السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا علي جميل وإنت دلوقتي بتفرج على قناة توري الجنة التعليمية الجزء الخاص بالبرمجيات إحنا إن شاء الله دلوقتي حنتعلم إزاي نتثبت تطبيق قدموده اللي هو في أعلى الشاشة ده هوت تمام التطبيق الأقصر ده هوت اللي حضرين شايفه تمام إزاي نثبت التطبيق ده هوت التطبيق ده فيديته إيه التطبيق ده ده تطبيق تعليمي بتقدر تتابع منه واجبات ابنك بتقدر هو الولد كمان المعلم يبعات له واجبات وهو يحلها يبعات له اختبارات وهو يحلها بيتابع به واجبات يومية وإحنا طبعا بنعتمد لبرنامج ده عندنا في طيور الجنة التعليمية وبنتابع به واجبات الأولاد وامتحاناتهم وتقدر أنت تتابع الكلام ده عمليا في بيتك ويجيلك إشعار بكل واجب الولد أخده اللي السادس لو عمله واجب يجيلك إشعار به هو كمان الطالب يجي له إشعار الأستاذي أعطى لك واجب دلوقتي الأستاذي يجي له إشعار أن أنت سلمت الواجب اللي أنت حلت الواجب اللي أنت دخلت الاختبار حلت الاختبار وهكذا المنصات التعليمية متفعالة عليه عليه دروس تعليمية هو يشبه برنامج الفيس ولكن الفرق بينه وبين الفيس أن ده الفيس ده اجتماعي للسوشيال ميديا العامة أما ده هو يخص التعليم فقط نحن عشان كده بنعتمد البرنامج ده يلا بينا نشوفه إزاي نسطبه البرنامج خطوة خطوة من الأول بسم الله هنقش على المتجر جوجل بلاي تمام بعد ما تقش على جوجل بلاي حقيقة أهوات بيحمل جوجل بلاي بتكتب فوق كده ودموده تكتب العربي أهوات إد تمام آلف دال ماشي إد مي مواو ماشي دال واو ودموده عربي ظهر معك أول تطبيق الأصفل فوق أهوات اللي هو علامة الإي وفوق ثلاث شورت أتكى عليه حيجي البرنامج يستطب معاك وهيحمل هتعمل له تثبيت وبعد التثبيت تكتب له فتح شايف فتح أتكى على فتح تمام بعد ما تتكى على فتح هبدأ يفتح معاك النافذة دي طيب هتيجي عامل كلمة إيه أنشئ حساب مجاني تمام أنشئ حساب إيه مجاني أنا بنشئ كطالب تمام لو حضرك معلم بتنشئ كمعلم طيب أنت طالب بتنشئ كطالب فيه وليه أمر ممكن تتابع منه تاني طيب هننشئ أنا دلوقتي طالب عندي تكم خانة ثلاث واحد اثنين ثلاث تمام النقطة الأولانية دي بتجيبها من المعلم الناس بتوى حطور الجنة بيجيبوها مننا أو من على الصفحة بتاعتنا احنا نشرين الايه الكود الكود بتاع المعلم الرسم المستخدم ده لو أنت شغال في الوزارة تربية والتعليم بتكتب زائد الكود بتاعك طيب اللي هو الكود اللي احنا بتجيبو بالرخم الايه القوم بعد كده بتعمل كلمة مرور كلمة ليك انت تخصك انت ماشي يبقى حروف وارقام في حدود ست مكتوبها طيب يلا بينا نطبق عملي يلا بينا الناس بتوع تريد جنة بقى يركزهم عشان ده تطبيق يخصهم اكتر تمام هنبدأ قدي رمز الفصل هنكتب مثلا الكود بتاع فصل اللي يكون الظهور تمام هنكتب اي يو تمام ايو ج تمام اربع اربع تمام اس تمام بعد الاس ار بعد الاس ار كتبنا كده الكود بعد كده بقول اسم المستخدم اسم المستخدم طبعا اسم المستخدم يقولنا ايه لو انا في التربية التعليم بنسجل لابني عشان المتحنات اللي هنرفعها على المنصة هنكتب كده بالانجليش م او اي ماشي وبعد ام او اي هنكتب اربعة الكود مثلا بتاع ابني بنكتب مثلا هادي اربعة سبعة مثلا انا بنسجل لطالب معاكم اهوت اربعة سبعة كمان اربعة تمانية تمام ستة اتنين تمام خمس انا كده كتبت الايه الكود ماشي بعد ما كتبت الكود هنعمل باسورد باسورد اللي هقدرتك بها تحطه تمام خلاص بعد كده ده البريد اللي اختياري ده اختياري ما تكتبوش انشئ حساب هتقول له انشئ ايه حساب انا عملت انشئ حساب انشئ حساب تمام حيقول لك الاسم الاول والايه والثاني الاسم الاول انا هنكتبه مسلا باسم اه انس تمام علي لو انت في الوزارة اكتب في اول خانتين اول خانة اه اه اول اسمين يعني مولاد اسمه انس علي التاني مسلا محمد علي يبقى انا نكتب الاسمين التانيين محمد ايه ادي محمد تمام محمد محمد مثلا خلاص كتبت انا كده اسم الايه اه المستخدم اعمل التالي اعمل التالي بعد التالي اه 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 لو انا عاوز نغير اه الصورة نبوا مغير انا كده خلصت انشاء الحساب اعمل بقى خورب من دي تمام وحا نيجي داخل كده مباشرة بيقول لي انا فقد انت كده انا سجلت في فصل مثلا الغزائل حنبصة هنلاقي نفسي هنا في اكتشف فصول الدراسية افتح فصولي بيقول لي انت في ايه انت كده دخلت على الفصل طيب عندك هنا تحت هوت فصول دراسية مخطط اكتشف رسائل اشعارات الاشعارات اللي حيجي لك منها الاشعارات المعلم الواجب اللي تعمل وواجب ما تعملش والحاجات دي كلها طيب يا وصول دي دلوقتي انا عملت لابني اللي في فصل مثلا سنة اولى طيب ان عاوز اعمل لابني اللي في سنة تانية ده طبعا طلع فصل الظهور انا سيبني ده في تالتة ابتداء لو انا عاين دعايل في حضانة وعن دعايل في تالتة ابتداء اعمل ايه يا وصول دعايل اعمل لكل واحد حساب وكل واحد موبايل لا حتيجي جاي من لعلامة ازاي دي الصفرة دي شايف فاها جدت عليها بيظهر لك اضف رمز الفصل انا حنجيب حنسجل لابني ده اه عند عايل في تالتة وعند عايل في ولحضانة وعند عايل في سنة اه ست كل واحد تعمله فصل اهو اضف رمز الفصل ده رمز الفصل وكام هنعمل مسلا ادي الرمز طبع انجليش هنعمل لاناس مسلا وي اي زد تمام وي اي زد سنة تالتة ابتدائي تمام وي اي زد مسلا ستة ستة تمام اه حرف الجي عملت واعمل انضمام واعمل ايه انضمام بعد ما اعمل انضمام حم اهو جلق انت كده سنة تالتة ابتدائي طب انا هيفرض عاوز نحمل اللي كمان اه ولد عندي في فصل تاني تمام اللي يكون مسلا نعمل بردك اضاف نفس الطريقة ادي في رمز ايه الفصل ماشي ادي في رمز ايه الفصل وهكزا انا كده لسا سبق التطبيق ادي سنة تالتة و ادي ابن اللي في الحضانة كده انا عند التطبيق هيشيل اكتر من اه حساب لاكتر من طالب هيجي لك كلهم واجباتهم كلك يقدر يحلوا على نفس التطبيق تطبيق في منتهى الروعة لو انا عاوز اخش على فصل الظهور اشوف مين الاعضاء اللي فيه ننتك على الفصل تمام بشوف الاعضاء اهوت الاعضاء فيه عندك ادي سوزعالية تور الجنة و ادي فيه طالب هوت اسماء خيري وفيه اناس كمان اه ايه المطلوب منهم المطلوب هيجي لك فيه اشعارات هنا فوق تمام تلعاوز هنا تغير لون الفصل عاوز تحط له صورة كل الكلام ده ايه متاح بالنسبة لك المهم ما هتقدر تتعامل من خلال الاختارات تمام هتفتح هيجي لك هنا اختار مسلا الاستواز علي نزل حاجة هنا عشان ما فيش حاجة يقال لي لا توجد اختارات حتى الان لو انت عاوز بقى تقدر وتشوف اه في منشورات هيقول لك اه ده فيه واجب ازاي تعمل مع الواجب صلي بقى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدي جاي مثلا وقادي هو هنا فيه واجب هو تلعاوز عادي مثلا عامل درس سكون وعمل له شرح تمام لو هنا بقول لي فيه اختبار تشوف هتتكى على كلمة عرض الاختبار خلي بالحضرتك اوه انا بدي حضرتك نوزج عامل اه عاوز تقدي الاختبار بقول لك اوه تقدر لحضرتك الاسئلة هيت سبع اسئلة ووحدة الزمن كذا هنقول له قدي الاختبار اتكى على كلمة قدي ليه الاختبار انا هنجاوم بحضركم كده سريعا ادي كلمة كده فمادي بالإيه بالالف التالي واتتكى على كلمة التالي فوق اهي كلمة عاية فمادي مثلا بالإيه عاية ماشي مثلا نقول لدي يعني بعدها كلمة سوق فمادي بالإيه ان نختار مثلا الواو والتالي كلمة رسول فهمد بالواو وقل له التالي بيقول لي ما نوع المد في الكلمات دي خلاص هنقول له في الكلمة نامة مثلا أتكى على المربع حيطلع لي ألف تمام عزالة أتكى هنا كلمة فيل فهمد مثلا بالياء وقل له هنا كلمة سور فهمد مثلا بالواو وقل له هنا خلاص وقل له التالي بيقول لي انت كده خلصت الأسئلة بتاعتك تمام متعدد الخيرات هنقول له انهاء هادي سؤال أول التاني التالت الرابع الخامس ستقدر تراجع لأسئلة تاني وقل له انهاء وقل له سلم الإجابة هل أنت متأكد من رغبتك في انهاء هذا الاختبار أقول له آه سلم الاختبار تمام هذا كده الاختبار وكده اختباري اتسلم للأستاذ علي أو للمدرس بتاعي تمام لو أنا عاوز أعرض النتيجة بقول له عرض النتائجة تمام بيظهر لي شباب هنا عرض النتائج بيقول لي على فكرة السؤال ده هو تبصت بقى كده عرض النتائج ده تصحيح تلقائي الأسئلة هي ازاي صحة وغلط والاختياري دي بالصحة الوحدة تمام ادي عندك كده النوع مثلا دي قل لي دي صح قل لي ده غير صحيح ده غير صحيح ده صح احنا يعطين عينات يعني وده صح وده السؤال ده صح وده السؤال ده صح والسؤال ده غير صحيح تمام يبقى انت كده عرفت إيه النقاط اللي انت خدتها السبع اسئلة انت خدت خمستاشر بصوا فوق كده من تسعة عشر ده كان شرح سريع للبرنامج اتمنى ان تكونوا استفدتم بنشكر حضراتكم بعد ما خلص لو انا عاوز نعمل تسجيل خروج بنعمل تسجيل خروج برجع لي الصف اللي انا كنت فيه ونجي عامل من الصورة دي كده ماشي ممكن اجي انا سعلي اللي احنا سجلناه محمد ابو جميل نجي عامل تسجيل خروج لو انا عاوز اطلع مش عاوز اطلع خلاص بنسيب البرنامج شكرا لحضراتكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس انا نقول لكم كل جديد السلام عليكم